موسيقى قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازالنا تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها ضد الميليشيا الحوثية موسيقى ميليشيا تلاست تجدد قصفها على أنحاء متفرقة من سوريا موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة مفصلة من تفزيون المملكة العربية السعودية استقبل معالي وزير الخارجي الأستاذ عادل الجبير في ديوار الوزارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن ترك المالكي أنه في تمام الساعة الثامنة واثنتين وعشرين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بلستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جزان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الأهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات ولله الحمد وأضف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح للقرار الأممي ذا الرقم 22-16 والقرار الرقم 22-31 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وإن يطلاق الصواريخ الفلسطية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني هذا وقد بلغ إجمالي الصواريخ الفلسطية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 186 صاروخا رحبت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بموقف الحكومة الشرعية الرافض للتقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة كما أكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن قيادة التحالف تقبل بنتائج تحقيق لجنة تقييم الحوادث الأسبوع الماضي كان هناك تقرير من الخبراء المعنيين باليمن وصدر التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض ما ورد في التقرير لاحتواء على كثير من المغالطات وكذلك المعلومات الغير صحيحة صدر بيان من قيادة القوات المشتركة في هذا الجانب بإذن الله تعالى سوف يكون هناك مراجعة قانونية من خلال الإدارة القانونية بالتحالف وسيتم الرد من خلال القانوات الرسمية لمجلس حقوق الإنسان أيضاً نرحب بموقف الحكومة اليمنية في هذا الجانب وما أوضحته على لسان معالي وزير الخارجية اليمني من عدم القبول بما ورد في التقرير واحتواء على كثير من المغالطات والمعلومات الغير صحيحة وكذلك الاستنتاجات والتي بنيت على فرضيات الفريق المشترك لتقييم الحوادث أعلن النتائج الخاصة بالدعاء حادثة صعدة بدايةً في هذا الجانب قيادة القوات المشتركة للتحالف تعبر عن أسفها وتعبر عن تعاطفها وتقدم التعازي لأهالي الضحايا في هذا الحادث ونتمنى أشفاء العاجل للمصابين القيادة القوات المشتركة وكما أعلننا نقبل بالتحقيقات التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث كما وضح المالكي أن الحوثيين لا يزالون يهددون الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقال إن التحالف ما يزال يقدم التسهيلات لمرور سفن المساعدات ويعمل على مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها في الجانب العملياتي سيتم مراجعة قواعد الاشتباك وسنعمل على تطوير قواعد الاشتباك لتفادي أي حوادث في المستقبل ضمن العمليات العسكرية في الجانب الإنساني سيتم تكليف اللجنة المشتركة بتقديم التعويضات لأهالي وأقارب الضحايا في هذا الحادث بذل الله تعالى على جانب آخر راحبت الحكومة البريطانية بسرعة التحقيق حول العملية التي نفذتها قوة التحالف لدعم الشرعية في محافظة صعدة وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن وإعلان قوات التحالف أعلنت عن أسفها واتخاذها إجراءات للنظر في توصيات ذلك التحقيق الحكومة البريطانية دانت الاعتداءات على الملاحة في البحر الأحمر والاعتداءات الصاروخية على المملكة التي طلقها الحوثيون الانقلابيون بدعم إيراني وأوضحت في بيانها أن هذه الاعتداءات استهدفت مناطق سكانية وأظهرت عدم إبداء أي اعتبار لحياة المدنيين مضيفة أن دول التحالف لديها حق مشروع بالدفاع عن أراضيها أما ميدانيا في اليمن تمكنت قوات الشرعية من تحرير مناطق في جبهة الكدحة ومديرية موية في محافظة تعز بعد معارك مع ميليشيو الحوثي الانقلابية أسفلت عن سقوط قتلى وجرح في صفوفهم أما في محافظة الصعدة فقد نفذت قوات الشرعية مدعومة بقوات تحالف دعم الشرعية عماملية مباغتة سيطرت من خلالها على جبال رصيفة في مديرية كتاف كما فرضت حصارا على الانقلابيين في مديرية مران في صعدة استعدادا لاقتحامها في سوريا قتل ثمانية من الميليشيو التابعة للنظام الأسد في غارة جوية استهدفت قافلتهم قرب منطقة التنف أفق ما أفاد المرصد السوري إلى ذلك جددت ميليشيا الأسد قصفها بلدة كفرزيتا ومناطق في بلدة الزيارة الواقعة في سهل الغاب في ريف حما كما شهدت أماكف في محور كبانا في جبل الأكراد في الأذقية لقصف صاروخي من قبل ميليشيا النظام وتعرضت مناطق أخرى في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور غرب إدلب لقصف مماثل أما في الأراضي المحتلة اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي خمسة مدنيين من حي سلوان في مدينة القدس المحتلة وأفادت المصادر المحلية أن قوة الاحتلال اقتحمت حي سلوان في مدينة القدس وشنت اعتقالات واسعة ودهمت منزل محافظة القدس وعبثت بمحتوياته كما اعتقلت عددا من الشبان في الضفة الغربية هدمت قوة الأمن الإسرائيل عددا من المنازل واطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسائل للدموع على مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدفاع عن منازلهم تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتخصيص 60 مليار دولار للمساعدات والاستثمارات والتمويل للدول الأفريقية كما قرر الرئيس الصيني إعفاء دول أفريقية محددة من سداد ديون حكومية مستحقة في 2018 عرض الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الاثنين تمويلا جديدا لأفريقيا بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار وشطب جزءا من ديون الدول الأكثر فقرا في القارة فيما حذر من توجيه التمويل إلى مشروعات عديمة الجدوى وفي كلمته خلال افتتاح قيمة مع قادة أفارقة تعهد شي بتنمية يراها ويلمسها المواطنون في القارة وفي الوقت ذاته تكون صديقة للبيئة ومستدامة ونفط الصين ممارسة دبلوماسية مصيضة الدينة ويأتي عرض الشي بعد أن تعهد بمبلغ مماثل في القيمة السابقة في جنوب أفريقيا قبل ثلاث سنوات وأضاف شيفي كلمته للقادة في قاعة الشعب الكبرى في بكين أن التمويل الجديد يشمل 15 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض بدون فائدة وقروض ميسرة وخطا ائتمانيا بقيمة 20 مليار دولار وصندوقا خاصا للتنمية الصينية الأفريقية بعشرة مليارات دولار وصندوقا خاصا للواردات من أفريقيا بخمسة مليارات دولار وقال الرئيس الصيني أن الشركات الصينية ستلقى تجيعا على استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في القارة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنه سيجري شط بديون حكومية من قروض صينية بدون فائدة تستحق في نهاية العام الجاري لدول أفريقية فقيرة ودول نامية بلا حدود بحرية في القارة أو جزر صغيرة ويقول مسؤولنا الصينيون إن القمة ستعزز دور أفريقيا في مبادرة الحزام والطريق لربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق أسيا وأسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة بنية تحتية على غرار طريق الحرير القديم اجتحى حريق ضخم متحف ريودي جانيرو الوطني أحد أقدم متاحف البرازيل دون أن يسفر عن أضرار دلع الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد بينما كان المتحف مغلقا أمام الزوار على مذكرت وسائل إعلام برازيلية يعتبر المتحف الذي أسسه الملك جواوى السادس قبل مئتي عام من أقدم المتاحف وأعرقها في البرازيل وتضم هذه المؤسسة الثقافية والعلمية أكثر من عشرين مليون قطع قيمة قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن واحدا من كل ثمانية عشر مهاجرا يعبرون البحر المتوسط سعيا للوصول إلى أوروبا فقد حياته خلال المحاولة منذ بداية العام وقدر مبعوث المفوضية الخاص لمنطقة البحر المتوسط فينسينت كوتشيتل عدد من لقوا حتفهم في البحر بنحو 1600 منذ بداية العام من جملة 68 ألف وصلوا أوروبا ووصف كوتشتل الخلافات الأوروبية بشأن المهاجرين بالمحسنة طالبت السلطات في موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية بسيادتها على الجزر شاجوش قائلة إنها اضطرت إلى بيع الأرخابير البريطاني في المحيط الهندي الذي يستضيف قاعدة عسكرية أمريكية وجاء افتتاح جلسة المحكمة نتيجة لقرار تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في يونيو 2017 موضحنا أن النص المقدم من موريشيوس يطالب بدعم الدول الأفريقية محكمة العدل الدولية طالبتها أيضا بإبداء رأيها في هذا النزاع الذي استمر لأكثر من نصف قرن وعرب رئيس حكومة موريشيوس عن أن قرار الأمم المتحدة الذي نص على عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية يعد أفضل وسيلة لحل هذه المشكلة تكافح ولاية كرالا في جنوب الهند تفشي مرض بكتيري تشك السلطات في أنه أدى لمقتل عشرات الأشخاص منذ منتصف أغسطس بعد فيضانات تعدل أسوأ منذ مئة عام وقال متحدث وزارة الصحة أنه حتى يوم أمس كان هناك نحو مئتي حالة إصابة مؤكدة بالمرض الذي يعرف محليا بحمى الجرد وتأتي زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض بعد أن أدت مياه الأمطار الموسمية لسيول أغرقت الولاية بأكملها وتسببت في مقتل المئات وتدمير ألف المنازل وخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار إشارة إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحولات النقدية للعملين الأجانب تنفي وزارة المالية ذلك جملة وتفصيلا وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقار روس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي في المملكة كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها عشرين ثلاثين الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية الآن مع محمد الشهري وأحوال الطقس مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في النشرة الجوية تتوقع الهي العامة للأرصاد وحماية البياء اليوم غد المشيئة الله تعالى سماء غائمة جزيا على معظم مناطق لك مع فرصة لتكون السحب الرعدية المنترة المصحوبة بريح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وكذلك الحالة للجزاء الجنوبية من المدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد مدرعي الأفقية على أجزاء من المناطق الشرقية وكذلك الحالة للرياض وأيضا على المدينة المنورة والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بحضراتكم لتوقعات درجات الحرارة على معظم مدرم المكنة في مكة المكرمة أجواء غائمة جزئيا وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة ميوية وصغرى 31 درجة ميوية مشاهدينا الكرام هذا كل ما لدينا في نشرتنا الجوية شكرا لطيب المتابعة وصلنا إلى نهاية النشرة شكرا لطيب المتابعة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة